السائل بقول رجل غاب عن زوجته خمس سنوات وله أبناء واعتبره الناس مات وأقاموا العزاء وتزوجت زوجته من بعده فظهر الرجل من جديد يعني الزوجة الأول ما الحل في ذلك وما حكم الدين طيب المسألة واضحة وهذه المسألة أخواننا في الفقه يسموها زوجة المفقود الراجل المفقود إذا فقد زول في الحرب أو فقد نتيجة سفر سافر وانقطع السبيل إليه ما معروف الراجل لحي جل مات وعد فترة من الزمن وبعد ذلك حكم القاضي بموته أو بغيابه وتزوجت زوجته لما يرجع الفقه بقوله هو بالخيار لما يرجع لقبارة الزوجة بعد ذلك هو يختار إما أن يبكيها مع زوجها الثاني إقنع منا وصلنا لراجل الثاني ويمشي الزوج غيره أو أن تطلق له زوجة الثانية طلقة أما هو ما بيحتاج لعقد جديد ترجع له زوجته بالعقد التاع السابق لأنه ما في هناك ليس هناك ما ينقض العقدة الأول ترجع بعقدة القديمة لزوجها وتطلق من الزوج الثاني وفي النهاية الموضوع بحسب خيار الزوجة الأول إن شاء رجعها وإن شاء تركها طيب برضو بيسأل عن زكاة الراتب الشهري وبيقولوا إنه عمل فتنة الأيام دي بفتاة وبعض الناس واحد جاء به في الراتب بتكلم وطبعا دي مشكلة الأمة دي مشكلة كبيرة جدا في ناس بتكلموا في الدين والواحد بتكلم من مزاجه واحد جاء به في الراديو بتكلم قال لهم لابد من لأي موظف سوداني إنه يزكي المرتب بتاعه وقال إنه زكاة الراتب زي زكاة زكاة الحرص أول ما طلع الحرص طوال تزكيه يوم اللي استلمتها مرتبك تزكي المرتب طوالي طبعا ده جاهل غريب جدا يا ناس في البلد دي غايتو أنا الشيء بعارفه في المرتب الرواتب في العمل العام كله موظفين حكومة الرواتب في العمل الخاص الشيء بنعارفه إن إحنا الشيء المتوسط في الناس ما بدون عنده مرتب بزكيه المرتب الذي يزكى هو ما فاض عن حاجة الإنسان المرة واحد يعني مرتبك بيقضيك لحد ما يفيده تدخل الباقي منه وتخده في البنك وين الموظف المرتبه قاعد يفيده في البلد دينا مرتبك كم موظف أحسن المرتبات تكون أربعة ستة كان بالغت قول عشرة في عشرة بتفيف متأسن لو أدوق عشرة خشية السوق ده بجاي ومنكتبها غادي ما بتكمل نصف فكون المرتب يزكى أولا لا بد يبلغ النصاب ويحول عليه والحول يعني القروزي مش تفيد من شهرك ده براو فاضت من الشهر وقعدت لما انتمت الحول سنة بعد ذلك لو عندك مرتب قدر ده انت بالزكيو إذا بيفيد المرتب كله مرتب يكون عندك فايض تعالشهر ده فايض بتعالشهر التاني العلماء قالوا الجميعهم كلهم مع بعض إذا بلغوا النصاب يزكى بعد الحول مش يزكى في شهر ده بعد الحول السنة جاية وممكن تختار شهر واحد زي رمضان مثلا لأن الزكاة فيهم مضاعفة تطلع فيه الزكاة بتاعتق عن مالك كله وممكن تطلعها قبل ما يحول الحول بجوز ممكن تطلعها ما في مشكلة لكن بعد قلوغ النصاب والقروش من زكاة النقدين الذهب والفضة يبلغ إلا يبلغ خمسة وتمانين جرام من الذهب دي كم يعني جرام كم السبب ألف حاجة مش كده أظن ألف حاجة الجرام يعني تفوت خمسة وتمانين جرام بعد ذا كنت بالزكية ومن الموظفة اللي عنده قدر ده في موظف عنده عاملين لقبطة للناس زل بيصروف لألف وتمانين جنيه ولا لابده طلع الزكاة إذا كان بتاع الألف وتمانين بيطلع الزكاة بده لأبرو الزكاة ذاته وما بده لأداء ذاته ده ده بده الزكاة ذاته فراد مستهدرين ده رعملوا لقبطة ده رعملوا لقبطة الزكاة دي في ناس الآن المستحقين يطلعوها التجار أصحاب الأموال الكبيرة ده العلوم الزكاة بشو تكلم عنه الموظفين ده لما يعينهم يا الله يعينه وما الله يعيشهم قادرينك الواحد فيهنك الولاداته ودرسهم المدارس وقالناهم ولبسهم وعالجهم ما قصر ذاته خلي كمان يطلع ده زكاة طيب قال عمد بقول سليمان عليه السلام استغاث بغير الله وتلى قوله تعالى يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ده تفسيره قال للآية لما سليمان عليه السلام تكلم مع جلوده قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها يعني عرش بالقيس ملكة سبا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال ده من الاستغاثة عشان كده عندهم بالجوز الاستغاثة فنحن نقول لك أول حيث أنت أفهم الموضوع كويس الاستغاثة دين وعين نوعي أول أن تستغيث بمخلوق فيما يقدر عليه البشر البشر في أشياء بيقدروا عليها لو قلت لزول قرب السماعة دي ولا يا أفلان جيب شاي ولا يا أفلان الدين موية دي اسم استغاثة جائزة لقول المولى سبحانه عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته الذي من شيعته يعني من قوم من أهله استغاثه على القبط القبط ما من أهله من آل فرعون استغاث به موسى استغاث به ليه لأن القبط داك هجم عليه الرجل من قوم موسى وموسى عليه السلام كان قوي فالرجل من قوم استغاث به على الراجل داك قال له ألحق الزول داك فاستغاثه يعني ينصر بقوته دي مما يقدر عليه البشر وموسى مما يقدر عليه ربنا قال فاوكزه وكزه يعني ضربوا بقبضة يده زي البني أفداعاتنا دي ضربوا بقبضة يده فاوكزه موسى فغضى عليه كاتلوا في محله وده مما يقدر عليه البشر عشان كده انت لو در تقول في استغاثة بالجز انت لما نزرك واحد تجيبت انت ما بتقدر عليه زرات في كورنا ولا في زجاج انت ما قادر عليه الحقوا الحقوني تنزريت تستغيث بأقرب زول اي دي مرقك ولا زنقك كلم في زجاج الحقوني داكوري دي استغاثة جائزة لانه من زنقة الكلم وده فيما يقدر عليه البشر بجيك زول بعكاس بخارجك من الكلم دي استغاثة جائزة طيب وفي هذا يدخل فعل سليمان عليه السلام لأنه استغاث بالجنود بتعنده فيما يقدر عليه عنده جنود ربنا سبحانه وتعالى أدى سليمان من الخدم الجنود اللي بيشتغلوا معاه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي خد بالك سليمان ماذا يكنت يا صوفي انتبعنا المسألة دي سليمان عليه السلام ماذا يكنت ولا اللي أدىها ربنا لسليمان أدىك لها إدت ولا أدى لأي صوفي تاني ولا أدى لأوهابي ولا أدى لأغيره ده ملكي ربنا خصبه من سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا قال شوف شوف ده ربنا أدى له قال فسخرنا له خد بالك فسخرنا له الريحة تجري كيف بأمره زي ما هو داير تجري بأمره من من أولياء الصوفية ولا أولياء غيرهم قال لي ربنا سخر له الريحة من منهم من ماف الله قال فسخرنا له الريحة تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين برضو دا سخرهم ربنا له انت ربنا سخر لك شيطان منه سخرنا الشياطين قال والشياطين كل بناء بناء دا البيبن بابن سليمان دا فوض ربنا قال لي يعملون له ما يشاء من محاربة دي الأبنية وقصور وتماثيل وجفان الجفان الجفن دي الجربة الكبيرة وجفان كالجواب وقدور راسيات القدرة الكبيرة جدا دا اللي بيشتغلوا معاه يعملون له ما يشاء بيشتغلوا ها وسخرنا والشياطين كل بناء وغواص بيغوصوا جو الموية بيستخرجوا له كنوز البحار ولا آلي الجو البحار دي الله سخرى لسليمان يا تصوفي من الصوفية ربنا سخر له دا شان يجي واحد في الوحدة الحاجوسف ولا في الاماب ولا في خورطجة يمثل نفسه بيمن بيسليمان عليه السلام منو من يمثل نفسه بيسليمان يجي يقول زي ما سليمان استغاث بي جنده انا باستغيث بي جندي هل الجند بتاع سليمان زي الجند بتاع عندك انت عندك شو انت عندك حيران بيغسروا لك رعيك بس ما عندك حاجة أكان بالغوا بصوته الدغمة كان بالغوا تاني عندك حاجة ما عندك ويجي تاني لكن شوف اللي سخروا ربنا لسليمان شوف اللي سخروا ربنا لسليمان بيعملوا شو عشان كذا طوالي يتكلم مع جنوده القاعدين دا كلهم جنود سليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون دا الجنود سليمان بتكلم معهم قال ايكم ياتيني بحرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريتهم من الجن العفريت من الجن دا من جنود سليمان اذا هل استغاث بيه فيما لا يقدر عليه الا الله لا انما استغاث بيه فيما يقدر عليه الجن الجن بيقدروا اشتغلوا شو زي دولة ما بيقدروا بيقدروا اياخ انت ما عارفة الحاصلهم يا شو واسع انت الفكاية بتاع انت اللي بيغشوا في الناس ما بيغشوا فيهم بالعمال بتاعت الشياطين يقول لك دار بالطيخة تجيب ارسمها في الوقتها فكير يرسم لك بالطيخة في الوقتها يخطيطها ليه بالطيخ شيريا ويس يقول لها كوني بالطيخة طوالة انجلت بالطيخة انت بتتغشها مسكين تقول او ابو الشيخ يا سلام قلب الرسمة بالطيخة وده شغل بتاع الشياطين ده شغل بتاع جن وربنا ما سخر الجن لك انت ما سخروا لك انت ليه لانه سليمان عليه السلام لما دعا ربنا قال هبلي ملكا ما له لا ينبغي لا ينبغي لأحد من بعد انت لو ما شئت اشتغلت مع الشياطين تبقى كافر لماذا لان ربنا سبحانه وتعالى قال وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَادٍ حتى يقولا انما نحن شن فتنة فلا تكفر وربنا قال وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَةَ أبوك الشيخ شغال مع الشيطان إذن كافر بالله كفرت الناس يا مولانا كفرت أنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكوهن له ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزي على محمد عشان كده نحن بنقول لك الاستغاثة بتاع السليمان دي دي استغاثة فيما يقدر عليه الإنسان قال له أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك دا الجن قال له قبل ما تقوم من محنك أنا آتيك بعرشها وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وذلك الرجل قيل كان عنده الإسم الأعظم دعا ربنا سبحانه وتعالى وشوف نحن مسألة تدعو ربنا ما عندنا مشكلة فيها تدعو الله ما في مشكلة أنت بتدعو الله الله بتدعوه مبروك عليك مبروك ما في مشكلة لكن هو عاد تقول لي لا لا نحن عندنا نحن دين بنادي نحن أو عاد تقول لي بنادي انت ما بتدي انت ما عندك حاجة لكن ذلك يسأل ربنا وربنا أداه في مشكلة يا أخواننا مريم عليه السلام ربنا أداه أداه لما دخل عليها زكريا ربنا قال كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها أشنوب رزقه قال يا مريم وأنا لك هذا ما قالت له نحن الصالحين ونحن أولاد الصالحين وأنا قاعدة بعبد في البيت المقدس ولا لا لا نحن بنجيب وبندي ونحن بنسوي ما في كلام ذلك قالت هو من عند الله إن الله فد بالك إن الله يرزقه ما قلت له أنا أنا بجيب أنا الرزق عندها نحن بندي الرزق لا قلت له إن الله يرزقه ما يشأه بغير حساب هناك ربنا قال دعا زكريا ربنا وشوف زكريا ذاته فاهم كيف لما شابعي مريم دا ما قال لها يا مريم انت صالحة ودينا وفي جاهك ونحن في حواك ها ونحن راجينك ونحن راجين فضلك لا ربنا قال هنالك دعا زكريا منور مريم دعا مريم ما دعا مريم دعا زكريا ربه دا الشغل كده اتا شفت دول الله أكرمه بكرامة ما تقعد تعبد سيد الكرامة دا سيد الكرامة ما عنده لك حاجة ما دعا عبدي له الله الله أكرمه فيشنه ما خلاص الموضوع انتهى يا ما الله أكرمه خلاص انتهينا اتا عبد الله عشان الله يكرمك دا دا الموضوع هنا شكد زكريا طوالي نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالثي اني وهنا العظم مني واستعلى الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية واني خفت الموالية من ورائي وكانت امراتي عقيرة فهب لي من لدنك وليا قال لي الله هب ليه ما دعا مريم عليه السلام دا اللي بيفهموا الكلام دا بتين بتين يفهموا وما عندهم استعداد يفهموا ما عندهم استعداد يقرر القرآن ما عندهم استعداد يتأمل القرآن لانه قفلوا ابنانهم وقفلوا قلوبهم وطبل الشيخ وشال المفتاح فات الشيخ طبل عقولهم وطبل قلوبهم وقفل ابنانهم وقعت هناك راجيهم يجيبوا للبيان دا الموضوع كله لكن اخفتح قلبك اجرأ كتاب الله اجرأ كتاب ربنا يا خي ربنا اقول كتاب أنزلناه اليك مبارك ليه الدبروا آياته وليتذكري والو الالباب ما تقلق هذه المبارا promoting انت مباري شيخ لبتينents أعقل إلقائكم أبوا شيخ مراج انبو من الغبر أبوا شيخ مراج رؤكبتو برة الغبر مستد کا كتاب ربك إن هذا القرآن يعهدى للتي إياكم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وأقرأ الغران إذا عل invite أقرأ السنة لكن دي الغاء تمرقانين الله يهول عليهم طيب بعد أن مسألة الاستغاثة التانية فيما لا يقدر عليه إلا الله دي الاستغاثة الشركية دي طلب تحت الجماعة دي قال يا رجال الغيبي قال أنا يا رجال الغيبي أنتم حصولنا وما زال بسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألحث عطشانا وقد فاض بحركم قال فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم أسألكم بالله كلام دب جوز في الدين تقول يا شيخ الأمر أمرك يا ناس ربنا قال إن ال ربنا قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله المصير أي حاجة لأ الله الأمر لله من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون الأمر لله ما لا يا شيخ ما لا فكي أقول الله يهون عليهم يا أخوة أقل في حكم الحشيش البنجو هل من تعطى تنزل عليهم عدم قبول الصلاة أربعين يوما حكم أما يخواننا البنجو نفس حكم الخمر نفس حكم الخمر لأن العلة واحدة علة البنجو الحشيش والخمر واحدة وفي وصول الفقه إذا اتحدت العلة اتفق الحكم والحكم يدور مع علته عشان كده النصوص النزلت في الخمر تنزل في أشباه الخمر كله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها وساقيها والمحمولة إليه كلهم ملعونين دين فكل أحكام الخمر تنطبق علي على البنجو طيب قال ما حكم الحكم فيما نسمى بالكرامة لوفاة الميت ورأس الأربعين ووردة السنة ما في كرامة لميت يا ناس وميت بكرمونه كيف يعنيها يعني فرحانين بينهم مات ولا فيش مكتب ما في كرامة بتاعت ميت ولا أربعين بتاعت ميت ولا يسبوع ولا احتفالات ولا كمان جلوس بعد الدفن وصنيعة الطعام والبسم المآتن ناس قاعدين ثلاثة يوم وناس بوصلها لخمسطاشر يوم ووصل الناس اللي يمدي ينزروا الوضع الاقتصادي الضاغط ده ينزروا بقوا يوم واحد عصروا من الشغل بتاع الاقتصاد ده بقوا يوم واحد بس أكان بقت يوم ولا ساعة واحدة ما بجوز لما نقل ألمان أحمد في المسند عن جرير الصحابي رضي الله عنه قال كنا نعد الجلوسة بعد الدفن وصنيعة الطعام وصنيعة الطعام من النياح دي من النياح والنياح دي كبيرة يا أخوانا من كبائر الذنوب تقال حي سهلة قاعدت هناك كتا في مزاج شاء لك عمود وخاتي صفتت وشغالين الجماعة في بتلبكة ويكذبوا ها وتكلموا في السياسة ونبزوا وقطيعا انت قاعد ما ذو الله ساهل دي من كبائر الذنوب يا قوم مش هلك انت عزيت خلاص التعزية دي من السنة ما بتنتهي إلا تنتهي أعلام المصيبة لكن التعزية باقية زول حسن له وفاء أمشي عزيه لو في الخرطوم لو برة أمشي أدخل عزيه في مصيبته وشيني على تكوره ما فيك وحد تاني الجلوس بعد الدفن الجلوس ده ده من النياحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران بنبسون هدوم من قطران القطران ده سيء الرائحة وشديد الاشتعال بالنار وفيه جهنم يبدو كمان هدوم تاني يزيد النار قال ودرع من جرب الجرب ده ما عروف يسوله درع من جرب ده فيه جهنم يوم القيامة الزول يعمل حسابه أما المناسبات التانية كل هذه أربعين وسبوع وما تعالى السنة ده كله ما بيجوز قال شاب يمارس العادة السرية بصورة دائمة وقال لا أستطيع الزواج فما نصيحتكم لي النصيحة يا نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الباء دي معناه تجر تدفع قروش دي الباء لأنه أول ما مشيت ليها على المرأة في طوالب قولت جيب كده ودارين كده والمرأة دي أعمل لها وابني لها شنون برنامج دي الباء تجر تنفيق علي زوجتك من استطاع منكم الباء فليتزوج قال ومن لم يستطع ما بتقدر قل فعليه بالصوم ما في حال تاني يا عرس بيجاي يا صيام بيجاي حيدي في النص ما فيه ما تقول لا يلاقي يا مولانا وانا كان الضايق الضايق تسوم ما بطير تسوم لأنه صيام بيكسر الشهوة في الجسم إنت ماشي المغلبك إنه إنت شهوتك عالية في جسمك أنا بيقلك بيكسر الصيام واتنين إنت تكسيرها بتقود بصرك ده عينك دي أنا ديل بيجيب لك البلاغة تشغال بدعاين فينا الماشي بيجاي ودي جا تراجع وتفتح في فيسبوك ودعاين فينا وتحضر أفلام الرقيص والحفلات وده كله وتقول الله يا مولانا الصبر غلبنا ما هي الصحي غلبك يعني يعني ما هي غلبك ليه الصحي غلبك لأنه إنت شفيه عينك لابد يغلبك لكن إنت غيب من عينك دي بتقدر تصبر أما استعمال العادة السرية فحرام ما بجوز ما بيجوز ما بيجوز أقول لك لا لكن بس إنت كانت ضايق تكيدا شديد أعمله وخفيف ما تعمله خفيف وشديد دي بعرفها كيف تتعرف ذاته كيف ده خفيف وده شديد دي كله يا أخوانا من الأشياء المحرمة ما بجوز ما بيجوز لفتيك فدوة زينا تواب المدرسية لا يقدروا في القراطات فكان بيجيبوا القراطات ناثان يونسيف وناثان يونسيف دخلوا البلاد ما وجدوا حماكن أنا لا أذكر يا أخوانا عشان يقوم يا ذاعلوا دخلوا محلات بقى الأئمة اشتروا الأئمة انت بتاخد 600 قال رجلون زنا بامرأة هل يجوز هنا تزوج بها يا أخوان المواضيع دي كترت والله لما بقى تطمم البطن والله كترت كترة يا أخي أدري ما نفتح التلفون بودوا وقالك زول قولك والله عندنا في الحلة واحد عمل كده ولا مردوا وقالك وزاته وقالك سانم ولا أنا أعمى شنو يا ودى الناس الله هديك ات من اللورة ورطك شنو زاته وقالك الآن والبيدي حامل وقالوا يعقدونهم طوال كده يتموا الموضوع يقفوا يا زول لا يعقدونهم ولا يا حاجة قولك السترة السترة يا مولانا ما يسترون دي الما يسترون يخلوهم كده بس لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تغربوا الزنا شوف الكلام دا كده ولا تغربوا الزنا إنه كان فاحشة وهو تاني شو؟ وساء سبيلا الله قال لك في القرآن إنه سبيل الزنا دا سيء ما أعطيت عملية معالجات تانية واستروا البط وما في داعي والفضيحة في الحلة خليوا نتفتحوا عشان تتوب التانين ديلك على الأقل تتوب التانين ما يتجرى الإنسان على أعراض يا أخي يا أخي هو ما تذكر يومه اللي تجرى على عرض مسلم تجرى على عرض إنسان هو ما تذكر اليوم العملية العملة دي شان يجيقعد معالجات بالورا ومعالجات بالحرام خد بالك معالجات بالحرام داري يزيد عدد الحرام لأنه من الأول كامة محرما زنة زنة حرام يجي بهالورا يعمل عقد والعقد ده والمرأة حبلة المرأة حامل كيف يعقد عليهم وربنا سبحانه وتعالى قال وأولاته الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن ما وضعت لا عليك إنت ولا علي غيرك غير الزل اللي زنة بيها ما بدون تنزوج بيها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسقي ماءك حرث غيرك شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالزراعة لما أنت يكون عندك زراعة زارعة زولتاني ما يجيب الماء يبتحته يجعل في زراحتك انت لا تسقي ماءك حرث غيرك ما تدخل علي مرأة وهي حامل ده حرام ما بجوز والمعالجة الزيدي ده من المعالجات المخالفة للشرع عشان كده بتزيد من المشاكل يا ناس العلاج ده بزيد المشكلة ده زي بالمناسبة المسألة بتاعت التأمين تأمين بتاع السيارات انت عارف التأمين ده الناس بيقول لك أنا بأمن لانه لو حصل لي حادث شركة التأمين بتتحمل عني الدية والناس متكيفين يقول لك يا سؤال أمنا يا أخي الحمد لله مرتاحين أنا معا من أعرف التأمين شامل كامل ما عندي مشكلة التعارف لما تنظر لأنه ده حرام لما تنظر إلى إفرازات هذا الفعل بتلقاه خطيرة جدا خلت الناس يتساهلوا بالدماء الواحد يقول لك أنا مؤمن يا عمك مؤمن بردن بس بعدها جيت قدامه بطقة جيت وراهم بطقة ما عنده مشكلة بتحاول بالعرواح لكن الزول لو نظر للعلاج الشرعي العلاج الشرعي الدية والدية غالية وتدفعها تدفعها العاقلة بتاعتك وسرتك تدفع الدية يدفعون تلتمية وتلاتين مليون يقعدوا يلجطوا فيها ويفتشوا ويترموك في السجن تقعد هناك تتأدب شاكده ربنا قالوا ولكم في القصاص شنو حياة القصاص فيه حياة يا ناس لما ده يقتصوا منهم ويطبقوا عليه والحد الشرعي بتأدبوا الناس التانية عشان كده زي ده زلزنة بابت قصوا مفعي سما عقدوا ليهم والحقون يجيبوا المازون ما يلحقون والحلة كلها تعرف البيت جابت الجندة من وين؟ ده فلان دات طقف يا مقلب فلان دات بس فضيح يعرفون الفضيحة دي بتأدبه وتأدب الجماعة التانين لو في واحدين ساي ها عندهم مواعيد بالفيسبوك الواحد فيهم طوالي نمشي بيعمل حظر للزولة يقول لك لا جابت لا جنيات وفضيحة الحلة نعمل حساب الحل ده كده العلاج الشرعي طيب قال ما هو الرد على من يقول ان الاولياء يعلمون الغيب ويستدل باثر سارية ياسارية الجبل طيب الاثر بتاع ياسارية الجبل كتير من التراويش جماعة ديل ما فاهمين ذاته لا سردون شنو لكن ما ساكوه الليو بس اعمو ما ساكوه وكاز مما يجون بمعا تقول لك يا مولانا انت تقول ما في حلم غير يا مولانا يا سارية الجبل وشنو سارية الجبل يا مولانا وشنو سارية الجبل وما جاب خبر ذاته ده شنو هما عارفه هما سارية الجبل هما الاثر يا سارية الجبل ده من ناحية لغوية انت لو قلت سارية الجبل من ناحية لغوية ذاته غلط ولا فيه توسل ذات ولا فيه دعاء ولا فيه شيء ولا فيه علم غير امريكا القصة انه عمر الخطاب كان بيخطب وعنده واحد من كواد الجيوش بتاعته اسمه سارية ابن زنين الخلدي ده كان في جبال العراق جبالنا هاوم نعلا في العراق كويس؟ فعمر الخطاب اثناء الخطبة قام قال له كلمة قال يا سارية الجبل الجبل يعني عليك بالجبل الزم الجبل من استرع الذئب الغنم فقد ظلم وسكت لما نزل من المنبر وسارية سمع الكلمة دي هناك في اسماشنو في العراق الجبل معناه الزم الجبل طوالي حرك الجيش وخلط ضخرة الجيش على الجبل واجهة الجيش على العدو وانتصر الحمد لله لما الكلمة دي نزل من المنبر الصحابة القاعدين سألوه قالوا اوحي بعد رسول الله انت جاك وحي يا عمر تتكلم مع سارية قال وما قلت انا قلت شو؟ قالوا لي وقلت كذا وكذا قال ما قلت دي في رواية عند اللا لكاين ونائم ما يدلك انه ما بحلب الغير هو الكلمة اللي قال فوق في المنبر لما نزل تعد في الاول نساء ذاته قال ما قلت قالوا بل قلت يا امير المؤمنين كذا وكذا ثم تذكر تذكر بعد ذلك قال كلمة اجراها الله على لسانه يعني لا انا جاي بخبر بسارية مارو لعني عندي كلام مع سارية لا فاهم موضوع سارية بالضبط شيء دي كلمة ربنا اجراها على لسانه قال الله ونحن ممنون كل الشرامات ربنا اكرم عون الخطاب سال الكلمة حتى تديش من المدينة ودهنا هاك للعراق ما في مشكلة دي كرامة وربنا منكن يكرم عباده ولا عندنا مشكلة في الكرامات لكن التسويت دي ما كرامات برضو بجيك عاجع تاني التسويت ما كرامات ليه؟ 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 الاولى الكرامة لابد تصدر من انسان على ايمان وعلى تقوى شان تبقى كرامة زي يكون عنده ايمان واشنون؟ وتقوى اما لو زي مشاع ويزو ديال وبيضرب قروش الحريم وشيل الدهب وطلق العتود ده؟ صالح؟ اكل العتان؟ ابوك الشيخ؟ تمام؟ معرف الحاسل؟ اكلوا العتان كلها وطيعوا دين الناس دي الصالحين؟ دي المصالحين دي المشاعوزين ودجالين عشان كده لو جوبها كرامة دي ما كرامة ما كرامة ليه؟ لانه المسيح الدجال ده كافر ديه هنا فوق كافر كافر ده عنده كرامات ابوك الشيخ ما عنده العين ابوك الشيخ ما عنده خوارق عادات دي ما كرامة دي دي خوارق عادات في السماء تعرف الدجال ده؟ بيقول يا السماء امطري مطر امزلي وطوالي طوالي مباسر دي الارض امبتي تكون منك شجرة منغة تأكل منها وتأكلها. قدامك. دي كان شافوها جماعتك دي. قلوا شو. ازلها. والله هاي دي شوفوها. قل لك ده ولي صالح عديد. نقول لك اقول لك شي. تعالوا وهابية. من زمان قاعدنا هاضر معاكم ساعة. تعالوا شوف شو هو النصلي. قل لك ده الاصل ذاته. معهودة. يا اخي قال يدخلوا على الخريبة. الارض الخريبة. قال فتتبعوه كنوزها. الكنوزها جوالوطة بتجي مارك ورور وراه. قال كا يا عاسيب النحلة ليعصوب ده كبير النحل. الملك بتاع النحل لما يطير بيطير وراه النحل الباقين. الكنوز دي بتجي مارك الدهب اللي بيحفروا في الجماعة عسى. بوكلين وما تعرف شنو. وحفروا وطقوا في الحجر. وبرنامي طويس. ورور دي بتمرك وراه الدجال ماشا. هاسا كان لقاك واحد زيدة انت في ملف. بيقول للدهب كده ورور جي مارك وراه. تاني بتجي تقر تغالق الجماعة دين. تقر تغالق انه ده ما صالح? قولك يا امو اللي انا اتهب هاده اتهب مارك. هذا تقر تغنعون. عشان كده خد بالك. ابن تين يستدل بهذا وغيره. على ان ليس كل من ظهرت عليه كرامة او خارقة للعادة هو صالح. ما معنى هو صالح. ولا معنى انه دي كرامة. لا. وشرط الكرامة هو الولاية. مش العكس. هم بيظنوا انه الكرامة دليل على الولاية. وده غلط. انتبه. الكرامة دليل على الولاية. غلط. الصح شنو? الصح الولاة دليل على الكرامة. يعني زول لو هو في الاول مستقيم على الدين. قرآن. والسنة. ما عنده شعوزة. ما عنده شرك. ما عنده خرافات. ما عنده لعبة دين. غيره. زول مستقيم. وظهرت عليه كرامة نقول دي كرامة صحيحة. اما لو بيقى مشعوز ودجال. ده لو ظهرت على يده خارقة ما بنقول كرامة. بنقول دي شعوزة. ودجال. وبالتالي اخواننا. اه المسألة الكرامات. اه? مسألة الكرامات الشرعية هي سابتة بالقرآن وبالسنة. لكن شغل الجماعة ده ما كرامات. دي كل ما انت. قال اذا رأيت منهم. خد في بالك دي. دي النقطة التانية في شروط الكرامة. انه تكون موافقة للشريعة. ما مخالفة. قال اذا رأيت منهم من تعدى وناح. ده في كتاب سراج السالكين. كتب قادة. كتاب اسمه سراج السالكين. اذا رأيت منهم من تعدى وناح. وفعل افعالا قباح. ولو انه يأتي الى البهائم. يأتي البهائم دي التفاهيمة. بس خليك على كده. يأتي البهائم. ويقول ان ارادته النكاح. قال فربما حصل للنخل اللقاح. انت فاهم الكلام ده? قرض على كده بس. دي كرامة? داك بيطوق مريسة ويقال دي كرامة. دي كرامة? الله يكرم زول بيشرب مريسة. اذا ازل لو فيهم الكرامات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة بيعرف انه شغل النازة ما عنده علاقة مع الكرامات ولا مع الولاية. نتفي بهذا. نلتقى ان شاء الله الحلقة القادمة والسلام عليكم.